استخدام التبادير والتوافيق مع الاحتمالات هي في الحقيقة استخدامها مع الترتيب التبادير والتوافيق تستخدم لترتيب أو لحساب احتمال ترتيب هذه الأشياء لكن لدينا عدة خيارات في البداية لدينا هذا السؤال كان لدينا 14 خاص في النص الذي كان في الأعلى أربع أشخاص طلب مني أن يكون عيسى في أقص اليسار وعمر في أقص اليمين الآن عندما نختار عيسى وهو من دروس الاحتمالات القديمة احتمال بسيط عيسى يمثل واحد من أصل أربع أشخاص فاحتمال وقوفه في هذا المكان هو واحد من أصل أربع أي واحد على أربع لكن أنا أعلم عندما أنتقل للمقعد الثاني سيبقى ثلاث أنتقل للمقعد الذي ليه سيبقى اثنان لكن في الحقيقة المقعد الثاني والثلاث أنا لا يهمني هو سألني السؤال الثاني أن يكون عمر في أقص اليمين فلذلك هناك ثلاثة اختيارات في المقعد الأخير بما أن عيسى اخترناه تبقى ثلاث أشخاص واحتمال الأحداث المركبة هو ناتج عملي الضرب يساوي 1 على 12 في هذا السؤال انتبه لهذه الجمل هذه جمل جدا مهمة سنقوم باختيار أرقام لكن لا يمكن تكرار الرقم في رقم الطالب هنا في البداية سألني كم عدد الأرقام ليس الاحتمال أنا لدي أردى خانات في البداية في الخانة الأولى سيكون لدي عشر احتمال لأن من الصفة إلى التسعة هي عشرة أعداد فلذلك من الممكن أن أختار من بين عشرة أرقام لكن أنا لا أستطيع التكرار فسيبقى تسعة للخانة الثانية وأيضا سيبقى ثمانية للخانة التي تليها وسبعة للخانة التي بعدها فهنا عشر في تسعة في ثمانية في سبعة سيعطيني عدد النتائج ليس الاحتمال لكن هذا يسمى التباديل فالآن الفكرة الأولى عندما أقوم بترتيب الأعداد وهنا لا يمكن التكرار انتبه لا يمكن التكرار وأيضا ترتيب الأرقام مهم أرقام الطالب تختلف إذا كان العدد أربعة في البداية أو في النهاية فهذا يسمى التباديل عشرة بي شفت مع عملية الضرب ثم أربعة أي عشرة أريد أن أقوم بترتيبها في أربعة مواقع عشرة تسعة ثمانية سبعة وأريد التباديل يهتم بترتيب الأشياء من هو الأول أو من هو الثاني الآن سألني عن احتمال أن يكون الرقم أربعة آلاف ومعتين وثلاثة عشر الاحتمال هو جزء من الكل أو الحدث المفضل على النتائج كاملة فهذا حدث واحد هذا العدد هو حدث واحد واحد من أصل عدد الاحتمالات التي أوجدناها خمس آلاف واربعين هنا أيضا سنقوم بترتيب هذه الأرقام هي عملية ترتيب لكن هنا في هذا الترتيب التكرار موجود لدينا القاعدة تقول لحساب عدد الاحتمال بالتكرار موجود إن مضروب هذه تسمى الإن مضروب وفي بعض المناهج تسمى الإن عاملي أو الفكتوريال على التكرار الأول أيضا مضروب والتكرار الثاني مضروب وهكذا لكل التكرارات الإن هي عدد الأرقام فأنا لدي هذا الهاتف مكون من سبع أرقام وهذا لا يعطيني الاحتمال هذا يعطيني عدد النتائج أما التكرارات الخمسة موجودة ثلاثة مرات فسنكتب ثلاثة مضروب أيضا لدينا الواحد متكرر مراتين الاثنان والستة لا يوجد لديهم تكرار فالآن الان هي العدد الإجمالي لهذه الأرقام وهي سبعة فسنكتب سبعة مضروب في البداية على الخمسة موجودة ثلاثة مرات فنكتب ثلاثة مضروب هذه واحد اثنان ثلاث ليس خمسة نكتب ثلاثة الآن العدد واحد موجود مراتين فأيضا نكتب اثنان مضروب لأن من الممكن أن يكون حروف ألوان ليس كلها أرقام الاثنان والستة هي واحد واحد لو كتبناها أو لم نكتبها لا يهم لأن الواحد هو محيط في عملية الضرب لكن سأكتبها للتوضيح فقط لكنها لا تهم للتذكير المضروب عندما يكون لدينا مثلا خمسة مضروب هي خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان إلى الواحد الثمانية مضروب هي ثمانية في سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان واحد وهكذا سنقوم بحساب هذا الكسر سبعة مضروب لديك الأداة في الآن الحاسبة ضرب اثنان وهنا زائد أو ضرب واحد وكما ذكرنا لا تهم فعدد النتائج هو أربعمائة وعشرين هذا عدد النتائج لحساب الاحتمال هذا الرقم الهاتف هو رقم وحيد لا يمكن تكرار هذا الرقم عند شخص آخر حدث واحد من أصل أربعمائة وعشرين حدث فإذن واحد على أربعمائة وعشرين أغلب الاحتمالات تكون واحد على أربعمائة وعشرين لكن الآن جميع هذه الاحتمالات التي حسبناها هي أرقام كانت تكتب على شكل خط وهذه الأرقام أو الخطوط عندما نقوم بتغيير موقع من المواقعها يختلف الترتيب لاحظوا الكاري إذا أخذناه لليسار اختلف لكن في حالة الدائرة لا يهم الترتيب أو لا يهم تغيير من أبدأ بمن فهنا لا يوجد بداية حقيقية من هو على اليمين من هو على اليسار لا يهم لأن هذه الدائرة تدور وهنا لدينا قاعدة قم بكتابتها التبادل الدائرة هي إن ناقص واحد مضروب استخدم هذا الذي في اليسار أسهل سأقوم بحل تمرين منه في نهاية الدرس ليس الآن لكن هنا الآن لاحظوا سنقوم بتوضيح الأفكار الثلاثة للدرس إذا كان الترتيب المهم استخدم تبادل إذا كان لدينا ترتيب دائر استخدم إن ناقص واحد مضروب أما إذا كان الترتيب غير مهم من هو الأول من هو الثاني استخدم ما يسمى بالتوافق طبعا هذه هي قاعدة التوافق تحسب بهذه الطريقة لكن موجودة في الآن الحاسبة من الممكن أن لا تحفظ القاعدة ثمانية استخدم شفت مع القسمة والثلاث رمزها س تستخدم إذا كان الترتيب غير مهم فمثلا لدينا هنا نقاط على هذا المستطيل سنختار ثلاث نقاط فما احتمال وقوع الثلاث نقاط على نفس القطع المستقيمة لاحظوا لم يذكر لي الترتيب لم يعطيني مثلا الأي أن تكون الأول والب الثاني والس الثالثة أبدا لم يذكر الترتيب يريد هو ثلاث نقاط أن تكون على قطع مستقيمة واحدة A B C C B A B A C لا يهم فالآن الإجمال هو ثمان نقاط هذه الفكرة الأولى طلب مني أن أقوم بترتيب ثلاث نقاط على استقامة واحدة لكن لم يذكر من الأول من الثاني من الثالث فلذلك أستنتج من هنا أن الترتيب غير مهم في هذه المسألة فالذي أحتاجه استخدام التوافق فثمانية C ثلاث لأنني سأقوم بترتيب ثلاث نقاط فقط ويساوي بالآلة الحاسبة استخدم الآلة الحاسبة أفضل يساوي 56 فلدينا 56 طريقة لكن أنا سأختار قطع مستقيمة واحدة لن أختار جميع القطع المستقيمة ف56 اقسمها على عدد القطع المستقيمة فاحتماد أو نصيب كل قطع مستقيمة يساوي 56 قسمة العدد 4 ويساوي 14 هذا عدد النتائج لكل قطع مستقيمة أنا لا أحتاج عدد النتائج أحتاج الإحتمال ننتبه ما الاحتمال ليس عدد النتائج بما أنه طلب الاحتمال 1 على 14 سنقوم بحل مثال من الأمثلة الدائرية بعد قليل في هذا السؤال ودائما أقرأ السؤال بشكل صحيح ذكرني في السطرة الثانية ما احتمال أن يختار الطالب الأول أو الأولان المثلث والشكل الرضاعي بهذا الترتيب فحدد لي ترتيب مهم أن يكون في البداية مثلث ثم شكل رضاعي ومن هنا أستخدم التباتي بما أن الترتيب مهم نستخدم تباديل فخمسة تباديل 2 أي خمسة فقط في 4 ويساوي 20 لكن بما أنه احتمال 1 على 20 السؤال الثالث لدينا حروف أرقام لكنها متكررة إذا كان لدينا تكرار في هذه الأعداد إن مضرب على التكرارات كلها مضرب أي نلاحظ في اللوحة CFF31333 سنقوم بحساب هذه التكرارات أولا هي عبارة عن سبع خانات أو سبع أرقام الف موجودة مرتين العدد الثلاث موجود ثلاث مرات السي والعدد واحد مرة واحدة فقط فلذلك يكون إن أي سبع مضرب على ثلاث مضرب واثنان مضرب مضرب واحد والواحد لا تهم كما ذكرنا الاثنان هذه من الحرف الاف الثلاث أيضا من الحرف من العدد الثلاث الواحد هي من السي ومن العدد واحد فنقوم بحسابها بالآلة الحاسبة الأفضل استخدام الآلة الحاسبة في مثل هذه الأعداد يساوي أيضا 420 بعد ذلك ننتبه السؤال كان احتمال فيكون واحد على 420 في هذا السؤال الرابع سأحل القسم A أعطاني معمى الكيمياء والعينات مرتبة على شكل دائري ما احتمال هذا الترتيب فلحساب احتمال دائري إن ناقص واحد هي 6 عينات 6 ناقص واحد مضرب هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 لكن بما أنه احتمال 1 على 120 لو انتقلنا إلى السؤال الخامس لدينا 500 صبي من بينهم أسامة وأيمن ما احتمال أن يفوز أسامة وأيمن بالتذكرتين لكن انتبه لم يذكر لي من يفوز بالتذكرة الأولى ومن يفوز بالتذكرة الثانية فلذلك لا يهم من ترتيب السحب من هو الأول من هو الثاني لا يهم فهنا يجب أن أحدد أن الترتيب غير مهم فمن هذه الحالة أستخدم التوافق 500 سي أي 500 توافق 2 لأن لدي 500 شخص سأختار منهم 2 500 سي 2 ويساوي 124750 من الأفضل دائما استخدام الحاسبة لا تستخدم القاعدة لها لكن بما أنه احتمال 1 على 12400 أو 124750 هذا السؤال لدينا همسة وحليمة سيجلس على هذه المقاعد في البداية دعونا نعود كم مقاعد هي ليست 17 مقاعد لأنها بدأت من العدد 6 فيجب دائما أن ننتبه إلى العدد الإجمالي للاحتمال إما قم بالعد أو استخدم عملية الطرح 17 ناقص 5 نجد أنها 12 مقاعد في البداية ما احتمال أن تجلس حليمة في المقاعد 11 احتمال 1 هي حليمة شخص 1 من أصل كم مقاعد 12 همسة في المقاعد التالي همسة أيضا شخص 1 من أصل كم 11 لماذا أنا أكتب الآن 11 لأن هذا الاختيار هو اختيار من دون تكرار 11 لأن حليمة في السابق جلست على المقاعد وانتهينا فنقصت عدد المقاعد الواحد كانت 12 إجماليا لكن بعد أن جلست حليمة تبقى 11 فيكون الإجمال 1 على 132 السؤال السابع بنفس الطريقة لدينا 50 تذكرة ما احتمال أن يشتري بدر التذكرة رقم 14 وبلال 23 في البداية دعونا نبدأ في بدر بدر لديه احتمال 1 من أصل 50 أما بلال 1 من أصل 49 ولماذا 49؟ لأن من قبله بدر اختار تذكرة وانتهى الاختيار فيكون 1 على 2450 السؤال الثامن هناك فكرتين مختلفتين في A و B لدينا هذه الفتيات ما احتمال أن تكون خديجة وخولة وحورية لاحظوا ثلاثة فتيات أول ثلاث لعبات جنباز بأي ترتيب لاحظوا بأي ترتيب لم يذكر لمن هي الأولى الثانية الثالثة فواضح من هذا السؤال أو من القسم A أن الترتيب غير مهم وكما ذكرت بما أن الترتيب غير مهم استخدم التوافيق ونقوم بعد الفتيات أجماليا هما سبعة فسبعة توافيق ثلاث أي هذه السبعة سأقوم بترتيبهم بالثلاث مواقع لكن ترتيبهم لا يهمني فيكون 35 وبما أن السؤال احتمال ليس عدد نتائج واحد على 35 لكن السؤال B هو من نفس السؤال احتمال أن تكون خديجة الأولى خولة الثانية وحورية الثالثة لاحظوا واضح من النص أن الترتيب مهم من هي الأولى ومن هنا هي الثانية والثالثة فإذا كان الترتيب مهم نستخدم التباديل وبعد ذلك سبعة تباديل ثلاث فقط بدل العملية الحسابية ويساوي 210 فواحد على مئتين لو انتقلنا إلى السؤال التاسع يخصص متجر أرقام تعريف للعمال يتكون كل عدد من خمس خانات من واحد إلى تسعة ولكن الأرقام لا تتكرر فلذلك قبل أن أبدأ من واحد إلى تسعة أي تسعة عدد الصفر ليس موجود وهذه التسعة عدد سأقوم بترتيبها بتسعة أو بخمسة أماكن فتسعة تباديل خمسة لأن الترتيب مهم عندما نقوم بوضع أرقام تعريفية للأشخاص الخانة الأولى سيقوم بها تسعة أرقام بعد ذلك ثمانية لأنني حذفت رقم بعد ذلك سبعة وهكذا فهذا عدد النتائج وسألني عن الاحتمال واحد على خمسة عشر ألف ومئة وعشرين السؤال الثاني انتبه إلى نص السؤال ما احتمال أن يختار جاسم أولا وجمال ثانيا الترتيب مهم حدد لي من هو الأول ومن هو الثاني من بين عشر أشخاص لدينا عشر احتمالات أن يكون جاسم الأول لكن إذا كان جاسم الأول يتبقى تسعة للثاني فهو واحد على تسعين السؤال الحادي عشر هنا الترتيب لكن مع وجود التكرار لاحظوا الحرف مثل ال-L وحرف ال-B وحرف ال-A متكرر في البداية الإجمالي هي عشرة حرف فالقاعدة N مضرب أي عشرة مضرب على التكرارات دعونا نقوم بالعد ال-B موجود مراتين فاثنان مضرب ال-L أيضا مراتين ضرب اثنان أيضا مضرب نضع لل-L لدينا حرف ال-E حرف ال-S حرف ال-T ال-K كلها مرة واحدة أستطيع أن أقوم بكتاب الضرب واحد لكن الواحد ليست له قيمة في عمليات الضرب فليس مهم ال-A اثنان فكتبنا اثنان وكما ذكرت لو كتبت واحد لا يهم لأن الواحد محايد بالآلة الحاسبة 453600 ونعيد بما أنه احتمال واحد على 453600 هنا سنوضح فكرة عن الترتيب الدائري لاحظوا السؤال السابع ترتب سمية عشوائيا في دوائر إذا كان هناك سبع طاولات ما احتمال أن تجلس سمية في الطاولة الأقرب إلى الباب هنا لا يهم أن يكون دائري أم ليس دائري أنا لدينا سبع طاولات هذا الباب ما احتمال أن تكون سمية في الطاولة التي جنب الباب واحد من أصل سبعة فقط بنفس الطريقة السؤال الرابع عشر هنا لدينا مقاعد دائرية أو ليس دائرية لا يهمني هي ثمان مقاعد ما احتمال أن تجلس سندية في الكرسي الأبعد أي هو سألني عن كرسي واحد من أصل ثمانية كراسيفة واحد على ثمانية